عايز أقول لحضرتك حاجة لما حد والعفو الجميع مع مقاماتهم محفوظة بيتهزق على السوشال ميديا بمصطلح ومصطلحات السوشال ميديا إحنا هنا بندفع كل حد بياخد خط وبيمشي عليه إحنا واخدين خط معين غير ناخد الحط اللي هو عايزه وكل مسؤول عن كلامه صحية وأنا دايماً ما بجي بسأل عن حاجة فيما يخص الأماكن أو المناطق الساخنة في حياة الضيف ما بجيش عايز أعرف الإجابة بس ممكن أسأله أنت أنت ما جاوبتش لي ما يردتش لي مش عشان هو أنا أخده لا أنا بحب ما أنا بقولك الكلام في حياتي الشخصية أنا متعودة على كده من زمان على العيب ده يعني أنا كبني آدم مش كفنانة أنا كبني آدم بس تعي بالحاجات دي بحس إن ده دي قلة إيمة عيب إن حد يعمل كده لإن أنا تقالي في البيت عيب يا بنت وعيب يا ولا سمعناك كلام مع حضرتك 100% دي نمرة واحد دي نمرة اتنين أنا بحس إنه علم إن لا ينفع وجهل إن لا يضر بمعنى إيه إنه أنا قلتلك أنا قولي أي حاج أنا يعني إيه أي حاج أي حاج أنا قلتلك أي حاج طيب هلها تنفعك المعلومة دي في حاجة في حياتك يعني هتعملي بيها حاجة يعني بشكل شخصي بشكل شخصي بشكل شخصي بشكل شخصي لا أنا دلوقتي تسألت سؤال شخصي مش منك من أحد عموما على السوشال ميديا وأنا مردتش فجمعي لا لازم ترد لا حاجة ما ترديش ماشي رديت لو رديتي صوت يعني كلنا كسبنا إيه هقول لحاجة كسبنا إيه بس هي الموضوع مش مكسب ولا خسار أموال إيه هقول لحضريك الموضوع جاسب لا لا ولا إشاعة أبدا أبدا ولا أي حاجة من الكلام ده ولا السؤال بيكون طرحه إنه وأنا هقول سؤالي إنه وحضريك تردي أو تمتنعي مش الإجابة هي اللي أنا عايز لا بالعكس إجابة حرارة مهمة طبعا مش إن أنا أخش في الحياة الشخصية ولكن حضريك امتنعتي عن الرد لي بس هو ده لكن أنا أنا بأكلم ما أنا امتنعت عشان مش عايزة رد وانا عايزة رد وامتنعتي ما أنا ما امتنعت عشان عايزة رد مش عايزة رد ليه مش عايزة رد مش إيه حاجة تخصني وعيب قوي قوي خالص أنا تعلمة كده عيب قوي حد يسأل حد على حاجة شخصية والله العظيم عيب عيب صح جام حضرتك أنا ما سأل مش بكلمك أنت أصلي لا حسن لنا في موضع إحنا بنتكلم إحنا بنتكلم عموما عموما دلوقتي حوارنا الطبيعي إنه إزاي ما حدش بيشاركنا في حياته لو جاوبك بشكل المشاهد بيكون عنده فضول ليه ما جاوبتش هو إيه الموضوع أنا مش بتاعت إيه الموضوع بتاعت ليه ما جاوبتش عشان مش عايزة تجاوب آدي الإجابة بس هو بقى حيهري عشان أنا مش عايزة جاوب يبقى هو عنده مشكلة مش أنا هو عنده مشكلة يا أستاذ دي حياتي أنا إيه